تزامناً مع الحملة الانتخابية فضل أبو جرى سلطاني القياد في حركة مجتمع السلم إطلاق تصريحات كشف فيها عن الكثير من الحقائق حول مسار الحركة وعلاقتها بالحكومة وخطها السياسي أبو جرى الذي قال كل شيء في حصة البلاد اليوم بدى متأسفاً عن مغادرة حمص للحكومة قائلاً أنه لو عاد به الزمن لما فك الرباط مع جبهة التحرير الوطني ولا مع الدولة الجزائرية أبو جرى سلطاني تنبأ بسيناريو الأحداث المقبلة حتى موعد رئاسيات 2019 متوقعاً أن تكون حمص واحدة من الأربعة أقطاب السياسية التي ستضمن للجزائر توازنها مؤكداً في الوقت نفسه أن ما يعرف بثورات الربيع العربي لم تكن وحدها السبب للانفصال عن الدولة بل كانت القطر التي أفضت الكأس يعني في بعض الانتخابات مباشرة شوية مستبعدة سياسياً نعم نعم لكن في التسويات والتوازنات التي كنت تكلم عليها قبل قليل والتي يؤمن بها السيدة عزيز المتفرقة والتي سيّر بها الجزائر عشرين عام تقريباً يمكن بعد الانتخابات المحلية في نوفمبر أو في أكتوبر أو في سبتمبر من هذا العام تبدأ يبدأ السباق نحو الرئاسيات كيف يبدأ السباق نحو الرئاسيات لازم تتعود الخارطة السياسية وفي تقدير الخارطة السياسية المستقبلية في تقديري أنا تضمنها التوازنة أربع حزاب جبات التحيير الوطني نعم تجمع الوطني الديموقراطي حركة المجتمع السلم والحركة الشابية ما وش رياح الربيع العربي هي اللي حسمت المعركة ممكن كنا عندنا 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 استعداد سبعين بالمئة همانين بالمئة جدت هي جدت رياح الربيع العربي هبت قال كذا مدمت وانسى الدول أبو جراء الذي يمثل تيارا هاما داخل حمص يكشف عن حقائق هامة قد تكون بداية لمرحلة جديدة في الحركة ترسم معالمها بعد تشريعيات الرابع ماي المقبل